وهذه ايضا جريمة حرب اليوم اسرائيل اصدرت امر عسكري بتهجير سكان شمال قطاع غزة من بيت حانون الى جنوب وادي غزة ودفعت بالناس الى جنوب القطاع وفي ذات الصباح قصفت مناطق الجنوب جميعها ان الذي تريد اسرائيل هو خلق منطقة عازلة خالية من السكان وتهجيرهم ليس من شمال غزة فقط بل من كل قطاع غزة وهذا يشمل اكثر من اثنين وثلاث في العشر مليون فلسطيني وهذه ايضا جريمة حرب ان شعبنا لن يغادر ارضه ومنذ عام الف وتسعمية وخمسين واسرائيل تحاول توطين اللاجئين في الدول العربية واليوم تحاول توزيع سكان قطاع غزة على دول العالم هذا الامر لا نقبل به وشعبنا يعي ذلك ويعي معنى اللجوء ولن يتكرر تتكرر المذابح على ايدي الاسرائيليين ولكن لن يتكرر اللجوء او الهجرة القيادة المصرية تعي ذلك تمام الوعي وقد حذر منه الرئيس السيسي وجللت الملك عبدالله الثاني بعد اتصالات مكثفة اجراها سيادة الرئيس محمود عباس معهم ومع معظم قيادات العالم وصباح اليوم اوضح السيد الرئيس لوزير الخارجية الامريكي هذا المخطط الذي نرفضه رفضا تاما ان شعبنا الفلسطيني واحد موحد يجمعه الالم وتوحده المعاناة ونبقى اوفياء لشعبنا حيث ما كان نحن نطالب اولا وقبل كل شيء وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة وارهاب المستوطنين في الضفة الغربية حيث قامت الحكومة الاسرائيلية بتوزيع السلاح على المستوطنين بهدف قتلنا ايضا نطالب بممر امن لتوصيل المساعدات الانسانية عبر معبر رفح وقد طلبنا من جميع الدول التي ارادت تقديم المساعدات لنا ان يتم ذلك من خلال الترتيب مع سفارتنا في القاهرة والدولة المصرية وفريقنا الموجود عند معبر رفح ولا زالت اسرائيل تمنع دخول اي مساعدات لقطاع غزة تواصلنا مع كل العناوين الانسانية من الامم المتحدة وغيره لكي يتم ادخال المساعدات واعادة ربط شبكة الكهرباء وتوصيل المياه وايصال الادوية والمعدات الطبية ايضا على اسرائيل ان توقف جرائم المستوطنين في الضفة الغربية فمنذ بداية العدوان على غزة سقط هنا اربع واربعين شهيدا بعضهم بأيد المستوطنين نحن شعب يعتدى عليه ومن حقنا الدفاع عن انفسنا لقد حذرنا من الذي يجري مرارا وتكرارا وقلنا وقال الرئيس امام العالم في الامم المتحدة ان الحصار على شعبنا في غزة والقدس وبقية الاراضي الفلسطينية سوف يولد انفجار وقد حصل وهذه الحرب الخامسة على اهلنا في غزة وهي يومية على الاقصى والضفة واليوم نكرر ان عدم وقف شلال الدم يعني مجازر جديدة وتقتيل بالالاف اننا نحتاج الى افق وحل سياسي يترتب عليه انهاء الاحتلال وان يعيش الفلسطيني على ارضه في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس واخيرا اقول اسرائيل ليست الحمل الوديع ونحن لسنا ذئاب نحن الضحية شعبنا ضحية ماكنة استعمارية وماكنة قتل واستيطان وهدم بيوت واعتداءات على مقدساتنا الاسلامية والمسيحية نحن ضحية ازدواجية المعايير الدولية نحن ضحية ظلم تاريخي وقع على شعبنا خمس وسبعين عام وشعبنا يعاني سياسة الحكومة الاسرائيلية والحكومات المتعاقبة هي المتسبب في كل ما يجري اليوم مطلوب من العالم ليس دعم اسرائيل بل مطلوب منه انهاء السراع وحل عادل للقضية الفلسطينية هناك تحريض اعلامي على شعبنا ببعض وسائل الاعلام الاجنبية وتحريض من بعض المسؤولين الدوليين للإساءة لقضيتنا مما يشجع اسرائيل على التمادي بجرائمها ادعو الاعلام الى توضيح الصورة على حقيقتها وبث الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا ان المبالغة والكذب في الصورة الاعلامية منهم هي لتبرير المجازر التي ترتكب بحق شعبنا الرئيس محمود عباس ابو مازن واخواني في اللجنة المركزية ومجلس الوزراء يتابعون يوميا هذا الاجرام الذي يجب ان يتوقف ويعمل الرئيس على مدار الساعة من اجل وقف العدوان ونحن على تواصل لحظة بلحظة مع اهلنا في القطاع غزة اليوم تتعرض لابادة جماعية وهي منطقة منكوبة ومن جانبنا وبتوجيه من الرئيس نضع كل الامكانيات الحكومية الرسمية والشعبية لمساعدة اهلنا هناك ونطلب من العالم التدخل الفوري لوقف المجازر الرحمة للشهداء والسلام والحرية لشعبنا العظيم والتحية لانصار فلسطين واصدقاء فلسطين واحرار العالم وشعبنا العربي واسرارا الابطال عشتم وعاشت فلسطين وشكرا 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 اشتركوا في القناة